أنا بشهر كانون الثاني أو آخر كانون الثاني 1960 وراء شهرين من رجعتك من الصين من الصين سافرت مع الوفد العراقي والوفد العالمي لمنع تفجير القنبلة النووية الفرنسية الأولى بالصحراء الجزائرية كيف هي المعلومة جديدة؟ بشهر شباط 1960 حددتها فرنسا كموعد لتفجير قنبلتها الذرية الأولى بالصحراء الجزائرية كتجربة كتجربة وتجربوا برأس العرب يعني برأس الجزائر فتشكل وفي العالمي بذاك الوقت أتذكر كان على رأسه واحد قس بريطاني اسمه كذا سكوت كذا سكوت ودعوا من يرغب من يرغب أن ينضم متطوعا طيب دخول يصير من المغرب على السحراء الجزائرية دخول للمكان الذي يريدون أن يفجرون به على أساس حتى يمنعهم من التفجير لأنه إذا سوه راح يقتلون يكون هناك بشر فصارت اتحاد الشبيب الديمقراطة الهراقي اللي هو تابع للشيوعية اللي هو يساري وشيوعي بذاك الوقت أعلن دعا الشباب من يرغب لإرسال وفد عراقي أنت بذيك الفترة شيوعي ولم تنتمي أسا تتسميني شا تسميني أنا مو شيوعي ما كنت من تمي واضح تنظيميا ما كنت من تمي لكن مك شيوعي ولم تنتمي